إحنا في الذروة قاربنا على 10.000 إصابة حتى لو ما أعلننا عن العشرة يمكن يكونوا أعلى إحنا هذا العدد اللي فحصناه طلع عنا 9 و شوي ولكن إحنا على مشارف العشرة أو حتى أعلى من العشرة تلاف حالة يوميا هاي الذروة بالنسبة لعدد السكان شو توقعاتك؟ لا ممكن يكون في ذروة تانية لا سمح الله وأعلى يعني شكرا جزيلا أنتم حضرين لأصعب سؤال فهو فعلا هذا من أصعب الأسئلة أنه يعني شخص جاوبه يعني مختصين الوبائيات لأنه فعلا بتدخل يعني عدة عوامل هلأ عادة خليني بس يعني أذكر الناس أنه لما إحنا نحكي على المنحنايات الوبائية لما أحكي أنا على الذروة عادة إيش كان يصير بالأمراض المختلفة أو بالجائحات أو أو بيئة المختلفة أنه كان المجتمع يوصل لحد معين من المناعة المجتمعية وترجع تنخفض الأرقام لأنه وصل المجتمع لنوع من المناعة المجتمعية هلأ إحنا بحالة الكورونا أبدا يعني الأرقام المسجلة من الإصابات صحيح أن عم نشوفها كتير لكن هي بعيدا أبعد ما تكون عن المناعة المجتمعية لأنه أنا بدي تقريبا كنت خمسين بالمئة من الأشخاص سواء بالدول أو بالعالم كله حتى أنا أحصل على مناعة المجتمعية حاليا مع الفيروسات المتحورة قد تكون النسبة أصبحت سبعين أو تسعين بالمئة فهذا يعني رقم واحد فنحن لم نصل أبدا إلى مناعة مجتمعية هلأ ماذا يحدث بهاي المنحنايات الوبائية ليش إحنا عم نظل نشوف مننزل ومنطلع هي كلها بتعتمد على الإجراءات الفيروس موجود منتشر بكثرة تحورات من الفيروس فيروسات سريعة وشديدة الانتشار شديدة التعلق بالخلايا البشرية عندما تحدث العدوى للبشر بصير حتى العبء الفيروسي داخل أجسامنا كبير جدا والمريض ينشر جزيئات كثيرة من الفيروس يعني أنا ما أريد أن أشدد علي أن الفيروس منتشر منتشر بكثرة فهو ما يحدث أنا حالما يعني نصلي دوري لأنه بل يعني أخذت الحكومة الإجراءات الأشخاص أيضا لما إحنا نشوف الأرقام عم ترتفع ونشوف الوفيات عم نرتفع خلص إحنا أوتوماتيكيا إحنا من خاف منصير نجلس بالبيوت منصير نلتزم أكتر بالكمامات لما الحكومة لما نبلش بحاجة فإيش بصير فهو فعليا تنزل الإصابات لأنه إحنا التزمنا بإجراءات سواء التزمنا بالكمامات أو التزمات فبتقل العدوى بتقل الانتشار المجتمعي بتبلش الأرقام تنزل وأنا رح أنبه أنه رح ننزل يعني سواء نزلنا هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم لكن للأسف مجرد ما نتساهل جدا قبل ما تطاعم مجموعة معينة خلينا نقول من المجتمع رح للأسف ترجع تطلع الأرقام فأنا كيف بقيم مثلا إني اقتربت على القليلة من الذروة أنا بقيم الزيادة الأسبوعية في عدد الحالات فمثلا الأسبوع الماضي يعني أنا لما الأرقام اكتملت يوم الأحد أنا حسب بتبع كيف منظمة صحة العالمية لأنه آخر الأسبوع بيكون يوم الأحد فعندما اكتملت الأرقام الأحد قارنتها بالأسبوع الذي قبله اللي هو كان الأسبوع 11 باللي قبله الأسبوع العاشر فكانت الزيادة 20% يعني أنا من أول يعني إلي عم بتبعها على عدة أسبيع فكانت يعني بأكثر مراحلها واصلة 70% أنه يزيد عدد الإصابات عن الأسبوع اللي قبله فأنا خفت جدا لكن الأسبوعين اللي بعده صاروا 30-30 هلأ الأسبوع الماضي كانت الزيادة 20% أنا أتوقع يعني مش أتوقع هي معادلات رياضية لأنه فيه ناس لما أقولهم أتوقع ففكر أنه أنا عم بنجم حسب دراساتنا طبعا فبالضبط حسب النماذج الحسابية وكان عندي ثلاث نماذج يعني فيه أحد السيناريوهات أنه ممكن تنخفضه حسب الأرقام الأسبوعية المسجلة حتى الآن حسبت أنه ستكون الزيادة الأسبوعية أقل من 10% هذا فعلا مؤشر إيجابي جدا لأنه أنا من قبل الأسبوعين 30% الأسبوع الماضي وهذه الزيادة لأنه فيه ناس بفكروا أنه أنا عم بحكي تنازل لا أت مجتناقص الأرقام هي الزيادة هي الزيادة أقارن العدد الكامل من الإصابات نعم فهلأ وصلت 20% هلأ أنا أتوقع أن تصل هذا الأسبوع إن شاء الله 10% إذا وصلت 10% أنا أقول بقدر أقولك بأخر الأسبوع نعم نعم نحن هلأ بالذروة لكن إحنا وصلنا هاي التناقص بسبب الإجراءات بسبب إذا تساهلنا فجأة يعني أنا بقولك الأسبوع الماضي ما بقدر أتنبأ لأنه فعلا اللي بحتم هو التزامنا بالإجراءات وعدم التساهل سواء بالأجراءات همشي إنه ما ما نتسهل حتى لما نشوف الأفقال والتباعد الاجتماعي قلت 100% طيب اللقاحات هذا الشغل الشاغل عند الناس أممم قلت مناعة الإنسان تظلها مستمرة مع اللقاحات مع المتحور هذا الفيروس الجنوب إفريقي الفيروس الفرنسي ما بيشوفه الجسم مناعة الجسم ما بتتعرف عليه وإلى آخره من هذا الموضوع لكن اللقاحات الآن متوفرة من مختلف الشركات التي اطلقت قلت مدة فعالية هذا اللقاح ست أشهر سنة سنتين ولا الدراسات لا تزال مستمرة بحسب نوع اللقاح الذي تلقى الشخص بالضبط الجواب أنت ذكرته في آخر جملة وهو فعلا أنه ما نزال نقيم هذه الأمور لأنه لم تمضي فترة كاملة يعني معظم الدراسات السريرية يعني خلينا نقول أعطتنا نتائج أولية في شهر 12 من السنة الماضية وأعداد أكبر من الناس بلشت تأخذها مع بداية العام فنحن بحاجة إلى أن نقيم عدد كبير لأنه ممكن تكون في اختلافات بين الشعوب ممكن تكون في اختلافات جوة البلد الواحد بسبب أنه عندهم استعدادات وراثية مختلفة لكن كمان بتختلف حسب المطعوم فمثلا إذا بدي أبلش حسب التكنولوجيا خليني بعيدا عن التصنيفات مختلفة إذا كان المطعوم مثلا محضر بطريقة الفيروس المقتول عادة هذه المطعيم لن تعطينا رد مناعي قوي ليش خصوصا أنا وما بصير كمان للأسف بشوف كتير من الخبراء بقارن تقنية الفيروس المقتول بالكورونا مع مثلا الإنفلونزا هذا مختلف تماما لأن طبيعة تركيب فيروس الكورونا مختلف عن الإنفلونزا الإنفلونزا يعطي رد مناعي قوي حتى لو قتلته أنا بيظل يعطي رد مناعي قوي لأن تركيبة البروتينات هي متقاربة فالجسم بيحس أنه فيه بروتينات يعني تركيز عالي من البروتينات الغريبة بيعمل رد مناعي قوي الكورونافيروس إذا نعرف إحنا الأشواك متباعدة وفيه مسافات معينة بدرسها يعني علماء الفيروسات هذا السبب أنه حتى الفيروس نفسه لو دخل على جسمك ما بتحصل مناعة قوية جدا اللي اكتشفنا أنه المطعيم المطعيم فعلا وهذا ليش كان مثلا إذا كنا نسمع منظمة الصحة والعلماء كانوا يعني متخوفين وكانوا يفكروا أنه ما رح تزبط المطعيم لأنه إحنا عنا فكرة عن المناعة الطبيعية يعني لأنها لا تدوم ففعلا كانت المطعيم نجاح وقالوا إذا بنجح المطعوم أكتر من خمسين بالمئة أو ستين بالمئة هذا نجاح جدا كبير فهم يذهلوا لما لقوا نجاح أعلى أكتر لكن مثلا هذه التكنولوجيا الفيروس المقتول هي تعطي رد مناعي ضعيفة الأغلب أن الواحد محتاج لجرعة أو جرعتين من المدعيمات وهذا مثلا مثل السينوفورم لكن في بعض المطعيم مثلا الأسترازينيكا هو وجدوا آخر الدراسات أن جرعة واحدة تكفي أن تعطي الإنسان مناعة كافية تامة بعد ثلاث أسابيع يعني بعد ثلاث أسابيع تكتمل المناعة من جرعة واحدة من مطعوم الأسترازينيكا وتدوم إلى مدة ثلاث أشهر على الأقل يعني هذه الفترة التي قيموا فيها هلأ قد تدوم أكثر وأنا دايما أقول دعنا ننتبه أنا لما أقول تدوم المناعة ثلاث أشهر ماذا أقصد؟ هل أقصد عدم الإصابة؟ هل أقصد عدم دخول المستشفيات؟ إلى سنة أو إلى سنتين مع أنه حدث مرض ولكنه مرض لا يستدعي لا يسبب الالتهاب الرئوي لا يسبب الإدخال الإنسان يعني طبيعي بظل إنجارية في البيت ففعلا أنا متفائلة أنه بعض هذه المطعيم لأنها تحدث أثار ليس فقط على الأجسام المضادة بل على الخلايا هذه قد تستمر سنوات لأنه هاي خبرتنا بالمطعيم التي تحفز الخلايا المعنية وعشان هيك أخروا الجرعة الثانية من اللقاح الإنجليزي أسترازينيكا أنه بعض الناس فكروا أنه أخروا بس بسبب أنه يطعموا ناس أكثر لا الفعل هو السبب الحقيقي أنه عشان أنا أزيد فعالية المحروم والأدينوفيروس أندي أذكر هاي التقنية إذا أنت بتعطيها لجسم الإنسان عادة ممكن تعمل أجسام مضادة ضد الفيروس نفسه فإنت لو أعطيت خلال ثلاث أشهر الجرعة الثانية الأجسام المضادة تبطل مفهول الجرعة الثانية يعني هذا أنا أدرسي يعني لا يعلم يعني هذه المعلمات كل الناس فأنا فعلا مرتاحة جدا إلى هذا الفاصل يعني جدا مبسوطة أنه القرار يا ستي بإجابتك يعني جوابتي على موضوع الأسترازينيكا أريد أن أسألك على موضوع الآثار الجانبية للقاحات بشكل عام دكتورة نعم هو مرتبط بنوع اللقاح أو مرتبط بجسم وصحة الإنسان الآن الناس تقول لك كيف تقارن وهذا حق الناس حق الناس لا يمكن أن نلوم العباد نعم تقول لك أنت أخذت مثلا فايزر فبالتالي ما تأتي عندك؟ أنا أخذت الصيني أخذت أسترازينيكا كان عندي كذا تبدأ العباد أنها تعمل المقارنات الأثار الجانبية على نوع اللقاح فهنا السؤال الأثار الجانبية لها علاقة في نوع اللقاح أو لها علاقة في جسم بنية جينات صحة الإنسان الاثنين معا فهذا الجواب أنه لها علاقة بالاثنين معا فمثلا كيف طبيعة اللقاح فمثلا خليني أقارن الأسترازينيكا ونحكي للناس شو رح يصير بالجرعة الأولى ولما يأخذوا الجرعة الثانية عادة التقنيات المستعملة أنه تستعمل تقنية الفيروس الناقل مثلا تكون الأعراض الجانبية في الجرعة الأولى أكبر كثير من الجرعة الثانية فهلا بدي الناس اللي ممكن شوية حصلت عندهم بعض الأعراض الجانبية وخافوا رح أبشرهم أن الجرعة الثانية بأسترازينيكا رح تكون أخاف بينما لو نحكي عن تقنية فايزر لأنها تستعمل جسيمات دهنية هي نفس الأشي تحقن المادة الوراثية ولكن بدل ما تحقنها بفيروس ناقل تحقنها في جسيمات دهنية نانو بارتكيلز وعندما تدخل جسم الإنسان يعني يحدث أول مرة رد يعني محتمل ثاني مرة ستكون الأعراض يعني أشد قليلا فما يخافوا الناس اللي رح يأخذوا الجرعة الثانية من فايزر قد تحدث عندهم فهذا بالنسبة للتكنولوجيا هذا جاوبت أنه كيف ممكن تختلف مثلا المطعوم الصيني لأنه هو مضعف لاحظنا نسبة الأعراض أصلا كانت أقل ما يهمني في كل هذه المطعيم لو كانت الأعراض الجانبية قليلة أو كثيرة لا يدل على أنه مناعتك قليلة أو كثيرة يعني أنا ما بقدر أقول لأنه فلان صار عنده أعراض جانبية معناته هو الرد المناعي أحسن أنا رح أرجع لهاي لكن كمان أرجع لموضوع الاختلافات بين الناس هناك اختلافات جينية وفي اختلافات تعتمد على العمر مثل الناس الكبيرين بالسن الأعراض الجانبية تكون أقل الناس الأصغر عادة الأعراض الجانبية حسب نوع المطعوم نحن معظم المطعيم كورونا هذا هو ما يحدث لأنه أول ما أنت تعطي المطعوم للجسم يستثير نوع من جهاز المناع هو الجهاز المناعي الفطري وهو يعتمد على المواد الكيميائية في المواد الكيميائية هي تحدث هذه الأعراض الجانبية من صداع بأنها تحاول أن تجلب كل خلايا المناعة من الغدد المفاوية التي تهب إلى هذا مكان لذلك تشعر أن يوجع هذا رد شعال طبيعي وأكثر شيء هو ألم مكان المطعوم بس قبل ما نختم سريعاً وقتنا أخلص دكتوري لكن أكيد جداً مستمتعين بالمعلومات هل صحيح بس بنعم أو لا من بعد إبنك هل صحيح أنه هذه الأعراض اللي بيأخذ المطعوم سواء الجرع الأولى أو الثانية إذا استمرت الأعراض لأكثر من أربع أو خمس أيام ممكن وقتها يستدعي اللجوء أو استشارة الطبيب للشخص ولا أديش الفترة اللي ممكن تضلها فيها أعراض الجرعات المأخوذة من المطعوم صعب نعم أولا بس هي ثلاث أيام يعني هي المفروض تنتهي إذا ضلت أكثر أنا بقولهم يفحصوا PCR يتأكدوا أنه ما عندهم ما عندهم صحيح 100% شكراً وقت ما خلص هاي بدهم يطلعوا الفاصل كلمة واحدة هاي بدهم أن نخلص من كورونا حسب تقديرك الشخصي صعب جداً خلصنا سنة هاي بدهم يقولك صعب جداً حتى يعني إياه رأيك الشخصي أنا رأي شخصي أنه تصير طفرة تضعف الفيروس والحل الثاني تطعيم 70% تقريباً من البشر أيهما حدث أول ممكن ننتهي غير هيك للأسف أنا يعني سنتين 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 أنا صعب جداً أقول لي أنه هذا الفيروس منتشر ليس فقط في الإنسان وكذلك في الإنسان يعني كل واحد بجينا بنسأل نفس الأشي هذا واضح هذا أسلوب حياة لازم نتعايش معاه ولازم لكن أملنا برب العالم الكبير ونتمنى أن يكون بالصيف لكن العلم يقول غير ذلك إن شاء الله نوصل لمرحلة نسمع الفيروس قتل نفسه إن شاء الله وقد تحدث إن شاء الله لكن معظم الجوائح لم تنتهي بدون تطعيم هذا من خبرتنا بمعظم الجائحات الجدري الإيدز وغيرهم إن شاء الله إن شاء الله دكتورة ريمة حجو العضوة في المركز الوطني لمكافحة الأوبئة أهلاً وسهلاً فيك شكراً إليك على حضورك معاهة أهلاً أهلاً فيكم شكراً إلكم نوارتينا دكتورة شكراً جزيلاً شكراً إلكم شكراً للمشاهدة